أنا ابتديت من 11 سنة بحلم إن أنا عايزة أرجع مصر خارطة الموضة العالمية كنت بيروح أسابيع موضة عمري ما بلاقي براند مصرية كنت بشوف بنتفرج على أهم السجادات الحمراء زي الأوسكارز والأميز والجراميز عمري ما بلاقي براند مصرية كنا بنشوف أسماء لبنانين موجودة فيه آه بس ما كنتش بشوف أسامي مصرية فأنا كانت أنا طول عمري كان عندي هابي هوية إن أنا بحب أرسم فساتين وأعمل فساتين لنفسي والأصحابي والأمي والأختي فكانت حاجة باشن يعني شغف كان عندي كبير من وانا عندي 7 سنين جيت لما تخرجت قلت لأ أنا أنت درستي الأول حاجة لي علاقة بالأزياء والموضة ولا درستك في حاجة مختلفة تسويق سأعتقدت أنت كمان هيفيدك بشكل كبير طبعا وإدارة الأعمال وسايكولوجي بعدها روحت آيلا لا أنا عايزة أعمل عايزة أرجع مصر خارطة الموضة العالمية إذا كانت بالتعليم إذا كانت بالأزياء إذا كانت بمشاركة براند مصرية زي تمرازة في لندن فاشن ويك باريس فاشن ويك لوس أنجلس نيويورك كويت دبي بيروت لبنان جميع أنحاء العالم واشتغلت على خطوات أن أنا أعمل كده منهم تعليميا عملت أكاديمي اسمها تمرازة فاشن ستوديو بشارك في أكتر من 300 سبيتش سنويا في جماعات وغير أن أنا لسه عامل كتاب أكاديمي اسمه فاشن باندينج سوشيال ميديا براكتيكل جايد لأنه لو إحنا عايزين نطور من صناعة الموضة بطريقة اللي هي الأود كوتور يعني فيه هو فيه الفاشن فيه كذا تشين فيه كذا زي ما بيقولوا كده درجات أصعب حاجة في الفاشن هي الأود كوتور اللي هي الفساتين الصورية والأفراح فيه بقى بيجي بقى الفاست فاشن فيه بيجي الأكساسوريز فيه بيجي الباكز كلها يعني كل دول بيفال أندر الموضة فاود كوتور بيبقى فيه تفاصيل بزيادة بيبقى فيه شغل يدوي بيبقى فيه قصة معينة فت معينة قط معينة فكنت فخورة أن أنا ألاقي ويكون جزء من مصر تشارك في أهم أسابيع الموضة العالمية وأن إحنا ناخد جواز من نيويورك فاشن ويك أفضل مصممة أزياء راقية من باريس فاشن ويك مرتبة أولى أمانج ففتين انترناشن الديزاينرز حول 15 ديزاينرز حول 15 ديزاينرز العالم المصري حسيت أن أنا بعد 11 سنة I owe it to my country يعني أنا مفروض أدي ده البلدي وسنسن وشرف لي كبير أن أكون سفيرة مصر للموضة فحبيت أن أنا أفتح عالم مصر في أسبوع الموضة في باريس اللي هو من أقوى أسبوع الموضة عالميا